اشتركوا في القناة نعم طبعا خلال الثلاثة أيام الماضية أقيمت هذه الفعاليات بتنظيم جمعية هذه البحرين بحضور وفد من الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون بين البحرين والاتحاد الأوروبي ونعتقد أن حضورهم اليوم عزز جوانب كبير وهم كانوا يبحثون عنها لمعرفة ثقافة هذا المجتمع البحريني الذي قائم على التعايش والتسامح الذي دشن جالات الملك مع المشروع الإصلاحي سنة 2001 ورأوا مساحة الحرية وحرية التعبد في نطاق كبير ليس داخل المؤتمر فقط ولكن كان من خلال حتى زياراتهم نزلوا إلى الكثير من الأسواق والأماكن واختلطوا مع الكثير من فئات المجتمع باختلاف دياناتهم شافوا المسلمين المسيحيين اليهود الهندوس وهذا جانب كبير كان المجتمع الدولي يبحث عنه في بقاع كثير من العالم ولكن وجد هذه الصور الحضارية الجميلة وجدها داخل البحرين المجتمع في أكبر فعالية تم تنظيمها خلال هذه السنوات من بعد فترة جائحة كورونا وانطباعهم حقيقة لما شفناهم يعني انبهروا لما كانوا يسمعون أشياء كثيرة على البحرين لكن زادت هذه القناة عندهم لما شافوا على أرض الواقع الصورة الحقيقية للمجتمع البحريني صحيح الشيخ صلاح لا شك أن البحرين أصبحت محط أنظار العالم كله ولا شك أنها تعزز مبدأ حرية الدين وكذلك المعتقد والتعايش السلمي ما بين جميع أطياف وأبناء المجتمع البحريني فما هي أهم التوصيات من المتوقع أن يتم الخروج بها في هذا المؤتمر؟ يعني بعد ثلاثة أيام طبعا توصلوا إلى أن الاستمرار في اللقاء ما يعزز هذه الجوانب فتم اليوم الإعلان عن اللقاء سنوي وأعتقد السن الجاي بيكون هو اللقاء الثاني إلى المؤتمر الاتحاد الأوروبي والبحرين كذلك يكون هناك بعد فعالية أخرى أو زيارة أخرى معذرة فعالية أخرى في شهر نوفمبر تقيمها جمعية هذه البحرين حتى توصل الصورة الصحيحة سواء للاتحاد والأوروبا وحتى دول العالمين اليوم اللي تشهد أن البحرين تعيش حالة من التسامح والتعايش السلمي اللي مع الأسف شريب بعض الدول لا زالت تعاني منه ولكن البحرين بحكم القيادة السياسية لجلات الملك وسمو رئيس الوزراء وولي العهد وكذلك الشعب البحريني والشهادة لربما مجروحة من عندي هو شعب مثقف واعي فهذه الصورة شافها الاتحاد الأوروبي اليوم لما جاء في البحرين خلال هذه الأيام وهذه التوصيات اللي هي أبرزة ولكن بعد كذلك في شيء جدا جميل أن الجمعيات الشبابية ستكون هي شريك رئيسي في مثل هذه المؤتمرات من المؤتمر القادم بتكون الجمعيات الشبابية البحرينية لها يد في مثل هذه المؤتمرات نعم كبحرينية نحن فخورين أكيد بما يتم التطلع هنا في مملكة البحرين ونتطلع أكيد إلى المزيد من التقدم والإنجازات التي تشرف مملكة البحرين كل شكر لك فضيلة الشيخ صلاح الجودر عضو مركز الملك حمد للتعايش السلمين شكرا جزيلا لك شكرا